ثلاثة عقود لم تكن كافية لهؤلاء المواطنين في مدرية لودر ليكونوا جزءا من المجتمع فالطريقة التي استخدمتها عناصر تابعة للحزام الأمني في إخراجهم منها تحت تهديد السلاح تسببت لهم بحالة من الرعب والهلع لدى الأطفال والنساء أكثر من ثمانين أسرة كانوا يعطنون مدينة لودر فهذه عائشة مع أسرتها أجبروا على الخروج من قريتهم وقبل أن يتركوا مساكنهم تعرضت لعملية هدم من قبل عناصر الحزام ما دفعهم لمغادرة المنطقة هنا حيث تجلس عائشة بجوار والدتها في المكان الذي منح لهم من قبل السلطة المحلية في محافظة أبيان بعد وصولهم إلى مدينة زنجبار تحاول التعود على العيش ولا خيار آخر أمامهم سوى تقاسم المكان حتى في ظل وجود الكثير من المنقصات فالمكان الجديد الذي منحته السلطات لهم هناك من يدعي ملكيته وهو ما يعني عدم توفر الاستقرار لهم حتى في الأماكن التي تعود ملكيتها لصالح الدولة لم تستطع السلطة المحلية في محافظة أبيان معالجة وضع هؤلاء المجبرين على الخروج من قريتهم ولم تعطي قضية الاعتداء التي تعرضوا لها أي اهتمام خصوصا وأنهم تعرضوا للاعتداء من قبل نافذين في المنطقة بالإضافة إلى الأضرار المادية المتمثلة في إثلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية منعوا من إخراجها إثناء عملية الهدم التي طالت منازلهم لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان